السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً بعتذر عن صوتي عشان واخد بس شوية برد النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل فيه تخزين التوم بطريقة بسيطة جداً جداً أنا جايبة 15 كيلو توم اللي انتوا شايفينه التوم الأبيض ده بيبقى توم بلدي بس الفصوص بتاعته بتبقى صغيرة التوم اللي مدي على أحمر بيبقى مهاجن شوية بس بيبقى الميزة اللي فيه إن الفصوص بتاعته بتبقى كبيرة شوية هنخزن النهاردة التوم بطريقة مظبوطة والدتي بتعمله بقى لها سنين طويلة بدون ملح بدون زيت نصيحة سريعة جداً جداً ما تخزينيش في بطرمانات لإن هيبقى استخدامه صعب جداً ولما هتيجي تطلعي من الفريزر عشان تستخدميه ممكن السكينة تتكسر والتوم ما تعرفيش تطلعي من البطرمان ولو سبتي يفك شوية هتبص تلاقي بقى لونه اخضر ورحته بقى وحشة جداً ونزل سوائل كده والتوم هيبقى مش حلو أبداً الطريقة اللي أنا جايبها لكم النهاردة طريقة عملية وإن شاء الله تعجبكم يلا بينا علشان نشوف الطريقة عملناها إزاي وبليس بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد وبعتذر مرة تانية عن صوتي يلا بينا ندخل على الفيديو على طول بصوا بقى أول حاجة أنا قطعت الروس بتاعت التوم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي وجمعتها في كيس اللي انتوا شايفينه ده طريقة تخزين اللمون هسيب لكم الطريقة بتاعته في صندوق الوصف بعد كده أنا دلوقتي فصصت التوم كله هاخده على الكبأ وهفرومه فرم ناعم كويس جداً يفضل ان انت ما تعمليهوش فرم ناعم اللي هو بيبقى عامل زي الكريم كده ده ما بيبقاش أصلاً حلو في الطبيخ نهائي ولا في التدبيلة انت افروميه بس تحس ان هو يبقى مقطع صغير كده جمعت التوم كله في طبق كبيرة أو في سرفيس زي ما انتوا شايفين بدون زيت بدون ملح بدون أي حاجة عايزة تسك في طريقتي جربي في كيس واحد بس وهتعرفي الفرق اللي هيقولك ان الأكاس التخزين دي التوم بيطلع ريحة في التلاجة انا عندي ما بيطلعش سوري في الفريزر انا عندي ما بيطلعش ريحة خالص دلوقتي انا جبت التوم وحطيته في الأكياس وهبتدي ابطاته كده عايزة السمك بتاعه يبقى رفيع جداً لان التوم لما بيتجمد بيبقى حجر بينشف جامد جداً فكل ما تبقى تبقى رفيع كل ما تقدر يتقطعي منه الحجم اللي انت عايزه زي ما انتوا شايفين انا عملت أكياس كتيرة ماشاء الله التانية اللي انتوا شايفينها انا بقول لكم محدش يتنيه كده لان بعد ما هينشف مش هتعرفت تستخدميه عملت الكمية كلها وحطتها في الفريزر وطلعتها من الفريزر بيفضل لونه ابيض زي الفل اقسم بالله ان انا لسه عندي في الفريزر من السنة اللي فاتت نفس الطريقة بعمل الفلفل الاحمر بدون اي اضافات وبيطلع معي فضيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبرضو بتعملي طبق ارفياع وبتكسريها وبتستخدميها بيفضل معيك طول السنة طريقة بسيطة جدا جربوها ان شاء الله تحجبكم اشوفكم على خير سلام اشتركوا في القناة